السلام عليكم أخواتي نتمنى تكونوا بخير على خير محببكم في قناة طبخ سمية اليوم بإذن الله كيفما كتشوفوا سنشوفوا طريقة تحضير تحلية سهلة سريعة اقتصادية بمكونات المتوفرة في أي بيت فنتمنى أنكم تجربوها والأهم أنها لديدة جدا كتجي من أروع ما يكون تقدروا تقدموها في مائدة الإفطار ديالكم أو للصحور في شهر رمضان نتمنى أنكم تجربوها فعلا كتجي لديدة جدا وقبل ما ندزل مقادير وطريقة التحضير فما تنسوش لايك للفيديو اشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش توصلوا دائما جديد الوصفات ونخليكم مع المقادير وطريقة التحضير هادي نبدأ وبسم الله على بركة الله فغادي ندير معكم المكونات والطريقة في نفس الوقت كيفما كتشوفوا هنا عندي بيسكوي فتقدروا تستعملوا أي نوع دير البيسكوي متوفر عندكم أنا هذا هو اللي كان متوفر عندي فتقدروا تستعملوا البيسكوي كيكون هاكا دائري او البيسكوي المربع المعروف فكل واحد يدير اللي متوفر عنده وكذلك البيسكوي اللي كيبغي أنا هنا غادي نستعمل هذا غادي نحتاجوا كذلك كيفما كتشوفوا عصر البرتقال بالنسبة لهذا عصر البرتقال فغادي نضيف له القليل من السكر لأنه عندي يعني هاكا المضاخ دياله حامض فاضفت له قليل من السكر إليك المضاخ دياله حلو فما غاديش تحتاجه تضيف السكر سوفي غادي نحركه جيدا ثم غادي ناخد الكؤوس اللي غادي نوضع فيهم بتحرية ديالي غادي نوضع الطبقة الأولى كيف مما كتلاحظوا هنا خديت الكؤوس غادي نوضع فيها هاكا القطع ديال البيسكوي فكتقطعوها هاكا بشكل عشوائي وكتوضعوه هاكا في الأسفل ديال الكؤوس صافي كيف مما كتلاحظوا بعد ما وضعت هذيك القطع ديال البيسكوي فبالنسبة لكمية راكا توضعو الكمية اللي بغيتو على حسب الكؤوس اللي غادي تستعبلوها وكذلك حسب الرغبة ديالكم كيف مما كتشوفه هنا غادي ناخد ذاك عصر البرتقال وغادي نحاول أنني نسقي هذك البيسكوي على هات الشكل هذا كيف مما كتلاحظو بعد ما سقيت هاكا هذيك القطع ديال البيسكوي فغادي نوضع هاكا من الفوق قطع ديال الشوكولاتة خديت الشوكولاتة وقطعتها هاكا قطع صغيرة هذي نوضعها بحال هاكا من الفوق فهذا الشوكولاتة را اختيارية يمكن لكم ضيفوها او ما تضيفوهاش كتعتينا هاكا منذر زوين وكتعتينا فام اللي كنوضع فوق منها الكريمة فكتجي هاكا اعطيها منذر زوين وكذلك المادة قديرها كيجي للديد فكيف مما كتلاحظو هذي هي الطبقة الاولى كتجين على هات الشكل هذا هذي نوضع الكؤوس جانبا ونمرو الان لتحضر الكريمة كيف ما كتشوفوه هنا ها في واحد الكسرور هذي نوضع الكمية ديال نصف لتر من الحليب حليب عادي حليب بارد هذي نضيف عليه السكر بنسبة الكمية ديال السكر را كتضيفو الكمية اللي بغيتو فانا هنضفت الربعة ديال معالق ديال السكر ثم هذي نقوم باضافة المايزينة نشاط دورة بالنسبة الكمية فغادي نضيف ثلاثة ديال معالق على هات الشكل هذا بالنسبة الملعقة ملعقة كبيرة كيف ما كتلاحظو ثم الآن غادي نقوم باضافة جوج اكياس من الفانيلا فتقدروا تضيفو كيس واحد ولكن لو ضفتوها كاجوج اكياس كي يجي المضاق ديالها افضل بالنسبة لينا استعملت بودرة الفانيلا ثم غادي تستعملوا عادي فانيلا سائلة او تستعملوا سكر فانيلا ثم غادي نحتاجوا الآن البيضة كيف ما كتشوفو هنا يا فغادي نوضع غادي نضيف بياض البيض فقط وغادي نحتفظ بالصفار جانبا غادي نستعملوا في الطبقة الاخيرة كيف ما كتشوفو غادي تخلطوا الكل جيدا بالنسبة لهذا البيض البيض فكي يعطينا قوام احسن للكريمة ديالنا وكي يعطيها لده كذلك كتجي التيدة بحل لده ديال الكريم باتيسير كيف ما كتلاحظو هنا يا غادي تبضعوها فوق النار وغادي تبقاوك تحركوا باستمرار فضروري ما تحركوا باستمرار حتى كتغلال كريمة ديالكم وكتولي على هات الشكل هذا كتولي خاطرة كتكون عندكم كريمة وراء ضروري من التحريك باستمرار على عافية اللي كتكون ميلة باش ما كتتحرك لكمش الكريمة من الأسفل صافيو كتاخذو هاد الكريمة مباشرة فكيف ما لحتورة مكونات ديالة بسيطة وكتوجد يعني في دقائق معدودة تحليا اللي هي سريعة جدا كيف ما كتشوفو هنا غادي نفرغ فهذه الكووس هديك الكريمة اللي حضرناها على هات الشكل هذا صافيو اللي كان عمال كووس ديالي باديك الكريمة غادي نوضعهم جانبا وغادي نخليهم تكيو اللي بدرجة حرارة المطبخ وغادي ندخلهم تلاجة وغادي نمرو الآن لتحضير طبقة الأخيرة فبنسبة للطبقة الأخيرة كيف ما كتشوفو هنا في واحد الكاسرور غادي نوضع ذاك أصفر بيضاء اللي تبقى عندنا ثم غادي نضيف على هاد أصفر بيضاء غادي نحكو عليها بحرهاكة القليل من القشور ديال البرتقال فكتحكو فقط ذاك القشور البرتقالية ما كتحكوش هادك البيضاء وبنسبة الكيميا رادت هنا كيميا قليلة باش ما كتعطينا شكل مرورة فقط نصف برتقالة صغيرة كيف ما شتم قشور ديالها غادي نضيف الآن السكر بالنسبة للسكر فكتضيفه على حسب الكيميا اللي بغيته وعلى حسب كذلك كتبقى على حسب الدوق وعلى حسب العصر اللي غادي تستعملوه ديال البرتقال واش حلو أو مر فكيف ما كتلاحظو هنا ضفتنا الكيميا ديال 4 ديال المعالق ثم الآن كيف ما كتلاحظو غادي نضيف النشا بالنسبة للنشا غادي نضيف الكيميا ديال زوج معالق من النشا هذا الشكل هذا ثم الآن غادي نقوم بإضافة عصر البرتقال كيف ما كتشوفو عندي هنا يا كأس فاضفت القليل فقط وغادي نخلط هاد المكونات جيدا باش هكا كنتأكد بأن النشا ذاب مزيان مع هادك المكونات فإلى خلينا على شكل حبوب أو بقى محبب فرا غادي بقى بحلاك ديك وخاء توضعه فوق النار هنا كميلت ديال كيميا ديال كأس ديال عصر البرتقال ثم غادي نقوم بإضافة كأس تاني بالنسبة لهذا الكأس فراه فيه 200 مليلتر يعني وضعت الكيميا ديال 400 مليلتر من عصر البرتقال سوف نأخذها مباشرة ونوضعها على عفية مهيدة مع التحريك المستمر كيف ما كنت لكم حتى يوصل الخليط ديالنا لدرجة الغلايا فهنا تماما مليكي غلل الخليط ديالنا بهذا الشكل هذا سوف نطفي عليه النار الآن ونخليه واحد المدة ديال واحد سوش دقائق هكا باش ما كيبقى سخون بزاف ففي هذه الفترة هادي تاخدوا الآن هذه الكؤوس فبنسبة للطبقة الأولى كيف ما كتلاحظوا ركتولي هكا متماسكة وكيف ما كتلاحظوا هنا سوف نأخذ كذلك عندي هنا تفاحة وكذلك حبة ديال الموز اللي قطعتهم هكا مربعات وضفت عليهم القليل من عصير واحد زوج معالق من عصير الحامض باش هكا ما كيتغيرش اللون ديالهم وبالنسبة للفواكيف فتقدروا توضعوا أي فاكهة متوفرة عندكم تقدروا تردعوا الفراو لا تقدروا توضعوا أي فاكهة المهمة متوفرة عندكم انا هنا وضعت كيف ما قلت لكم وضعت حبة ديال الموز اللي قطعتها مع حبة ديال التفاح فبالنسبة للتفاح والموز كيف ما كتعرفوا فراكيك حالو يعني مجرد ما كتقطعوهم كتضيف لهم هكا واحد ملعقة او ملعقتين من عصير البرتقال من عصير الحامض عفوا باش هكا كيبقى محافظين على اللون ديالهم كيف ما كتلاحظوا بعد ما وزعت هذيك الفواكه في الكؤوس صافي كيف ما كتلاحظوا هنا كنولي انضغط واحد شوية بحال هكا على هذيك الفواكه باش هكا كجينة مستوية صافي ونأخذوا الان الخالط ديال اللي حضرنا ديال نضغط عصير البرتقال ونفرغوا فوق من هذي الفواكه كطبقة اخيرة فكتحولوا انكم يعني تبردوه غي واحد شوية فما كتديروه مباشرة وهو سخون باش ما كيطيب لكمش هذيك الفواكه فكتحولوا انه يعني غي برد واحد شوية وكتوضعوه بهذا الشكل هذا فوق من الفواكه صافي كيف ما كتلاحظوه نتهينا الان من تحضير تحليه ديالنا غادي ندخلها الان تلاجه فكتدخلوها تلاجه حتى كتبرد جيدا عد كتقدموه وكيف ما كتلاحظوه فكيكون هذا هو الشكل نهائي ديال تحليه اللي حضرت معاكم اليومه مجرد ما كتبرد فكتقدموها على هذي الشكل او كتزينوها حسب الرغبة ديالكم كيف ما كتلاحظوهنا يا ضفت لها القليل من الكراميل جاهز ونوضع فوق منها قليل من المكسرات كتقدموها على هذي الشكل هذا او كتقدموها فقط بالفواكه والكريمات اللي حضرناهم كتجي كذلك ها الى كتجي المضاق ديالها ولا ارواع والطبقات كيجي هكا كلهم فانتمنى انكم تجربوها وتنال اعجاب ديالكم ووصنا نهاية الفيديو فلا اعجبكم الفيديو ديال اليوم فما تنسوش لايك ما تبخلو الشرية بلايك وخلوها الفيديو وصل اكبر عدد من لايكات اشتركوا في القناة وفعلوا جرس باش توصلوا دائما بجديد الوصفات نطلقوا في فيديو قادم عوز واخرى دمتم في امان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة